حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة نتابع في نصيحة جديدة من نصائح حفظ القرآن الكريم من دون معلم وبطريقة التدبر والاستماع الحقيقة توقفنا في اللقاء السابق عند تدبر وحفظ سورة الملك وقلنا إن أقوى وسيلة لعدم النسيان هو التدبر لماذا معظم من يحفظون القرآن يعانون من مشكلة النسيان لأنه وضع في دماغه مسبقا قبل أن يحفظ القرآن وضع هدفا وهو الحفظ فقط وبالتالي عندما تحقق هذا الحفظ لا يوجد شيء آخر يعمله فنسي القرآن هذه مشكلة القرآن أشد تفلتا أيها الأحبة يتفلت بسرعة فحتى لا يتفلت منك ينبغي أن تتبع تقنية مختلفة للحفظ وأنا اقترحت هذه التقنية وأسميتها الحفظ التدبري واعتبرت أن الطرق التقليدية أسميتها الحفظ الميكانيكي مثل آلة وتكرر نفس العمل مثل كمبيوتر تضع فيه معلومات وهو لا يفهم أي شيء الحفظ التدبري أيها الأحبة يغير هدفك من حفظ القرآن إلى حفظ مع فهم وتدبر وهدف كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته يعني الهدف والتدبر سورة الملك أيها الأحبة أنا أخذتها كنموذج كيف يمكن أن نحفظها الآية الأولى أنا قلنا أولا ينبغي أن تستمع مئات المرات لهذه السورة قبل أن تفتح القرآن تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قلنا هذه آية ينبغي أن تعزز ثقتك بالله أنه بيده كل شيء وقادر أن يشفيك ويرزقك ويفعل كل شيء يجب أن تقتنع بذلك لأن تلجأ إلى غيره تترك الله وتلجأ إلى غيره عندما تقرأ هذه الآية لا تغادرها حتى تطبقها في حياتك العملية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملية وهو العزيز الغفور قلنا إن الموت أهم من الحياة لأنه بداية الحياة الحقيقية الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أربع آيات الخامسة ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابح إذن هنا القرآن يدعوك أن تتأمل بالكون تتأمل في هذا الكون يعني غير معقول شخص يحفظ القرآن ولديه شهادات كثيرة وذات مرة يسألني ما الفرق بين القمر والمجرة ما الفرق بين الأرض والمجرة يعني المجرة التي فيها مئة ألف بليون نجم وفيها مليارات الأقمار ومليارات الكواكب شبيهة بالأرض وفيها سدم دخانية وفيها وفيها لم يتخيل عقله طيب أنت حفظت القرآن والقرآن يقول لك يدعوك ويتفكرون في خلق السموات والأرض لماذا لم تتفكر إذن أنت تحفظ حفظا لمجرد الحفظ وهذا خطأ أيها الأحبة ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابح أنا يجب أن أبحث أين السماء الدنيا طيب أين هذه المصابح؟ لماذا سميت مصابح؟ لماذا لم يقل وزيننا السماء الدنيا بالنجوم؟ مع العالم أن النجوم موجودة في اللغة العربية لماذا استخدم القرآن كلمة مصابح؟ لأن أول مخلوقات في الكون أيها الأحبة من النجوم خلقت قديمة جدا يسمونها مصابح كونية فلاش لايت فلاش لايت فيها شدة إضاءة هناك نجوم في الكون قديمة جدا كوازارات تدعى شدة إضاءة النجم الواحد تعدل ملايين الشموس تصور لو أنك جبت بمليون شمس مثل شمسنا وربما مليار وضعتها كلها في كتلة واحدة هذا النجم يضيء أكثر منها لذلك ويضيء الدخان الكوني من حوله العلماء اضطروا لتسميتها بالمصابيح قالوا هي تعمل مثل مصابيح كاشفة تكشف لنا الدخان الكوني والسدم وبقية الأجرام الكونية من حولها لولا هذه المصابيح لا يمكن أن نرى هذه السدم لأن السدم الكونية معتمة الدخان الكوني معتم طيب أنا هنا أقول سبحان الله من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أن هناك مصابيح في الكون إذن القضية ليست قضية حفظ فقط أيها الأحبة أنا نقلت دماغي إلى مستوى أعلى وأرقى بكثير من مجرد الحفظ أنني أريد أن أفهم هذه الآيات ماذا تعني فعندما أقرأ ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير إياك أيها الإنسان أن تتبع سبيل الشيطان هذه آية تنبهني وتقول لي انظر هذا الشيطان الذي يدعوك للربا يدعوك للنظر إلى النساء يدعوك أن تأكل أموال الناس بالباطل يدعوك أن تظلم فلان أو تمارس النميم على فلان أو تؤذي فلان هذا مصيره إلى النار ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيحها وجعلناها رجوما للشياطين ما دمت أيها الإنسان استيقنت أن بالفعل هناك مصابيح في الكون ولم يكن أحد يعلمها إلا في القرن من الحادي والعشرين تحديدا تعرفوا عليه تعرف عليها العلماء والله أنبأك عنها معنى ذلك أن الله صادق عندما قال لك وجعلناها رجوما للشياطين أي أن هذه الشياطين ترجم بهذه النجوم ولكن ليس النجم كله كما فهم أحد الملحدين هناك نيازك تنفصل عن النجوم تكون سرعتها هائلة وتكون ملتهبة ومنها نيازك نحاسية شديدة للالتهاب تتوهج بلون أخضر يقذف بها هذا الشيطان ولكن الشيطان غيب العلم لم يكتشف شيء اسمه شيطان أو ملائكة أو روح أو كذا كلها أمور غيبية أنت كمؤمن ينبغي أن تؤمن بها وبنفس الوقت تحذر مصير هذا الشيطان وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير يجب أن أتوقف عند هذه الآية عذاب جهنم وبئس المصير طيب هل أنا ألقي بنفسي في هذه النار وأترك جنة الله عز وجل ثم أتابع الآية التالية إذا ألقوا فيها سمعوا لها الشهيقة وهي تفور يجب أن أتخيل نفسي هل يعقل أنني ألقى في هذه النار هل يعقل أن أعمالي الفاسدة ستقودني إلى هذا المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيغاً إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً شهيق وهي تفور هل سمعتم البراكين التي تنطلق من الجبال كيف تشهق عندما تنطلق هذه الحجارة الملتهبة صوت يشبه الشهيق سبحان الله البراكين عندما تطلق هكذا لها صوت تشبه الشهيق هذا الصوت ستسمعه أنا وأنت في جهنم إن لم نؤمن بهذا الخالق العظيم ونخضع له ونبدأ بالاستعداد لذلك اليوم للقاء الله عز وجل جهنم تفور ما الذي يدعوني أن ألقي بنفسي في جهنم إذن هنا أتخيل نفسي فأعود إلى الحق إذا كنت أكلت مال فلان أسرع يا فلان خذ مالك أكلت ربا من فلان خذ مالك آذيت أبي أو أمي أو أخي أو ابني أو أي إنسان آذيته بكلمة أحاول أن أعتذر منه أطلب منه الصفح لدي مبلغ من المال أتصدق بجزء منه عسى أن ينفعني يوم لقاء الله فعملية الحفظ هنا أيها الأحبة لم تنقلب فقط لعملية حفظ وتدبر وتأمل بل انقلبت إلى تغيير نفسك نفسك تغيير ما في نفسك ستجد أن هذه الطريقة في الحفظ تغير ما حولك أيضا الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم تغيير النفس يأتي من تدبر القرآن فأبدأ على الفور أعدل سلوكي بناء على هذه الآيات لأنني أخاف أن ألقى في هذا المصير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى إذن هناك كلام في الجنة وحوارات عفوا في النار وهناك كلام في الجنة ولها كم عفارك كبير طبعا خزنت النار النار مؤصدة مغلقة والخزنة تسألهم كلما ألقي فيها فوج يعني تخيل نفسك أيها الملحد إذا كنت تسمعوني أنك تلقى في هذه النار وخزنة النار تقول لك ألم يأتكم نذير والنذير هنا ليس فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أي معلومة تجدها حتى على الإنترنت تحذرك من عذاب الله هي نذير لك ستشهد عليك يوم القيامة هذه المعلومة ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا ولكن لا يفيد الندم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إذن عند هذا الموقف أنا ينبغي أن أعيش هذا الموقف عندما أرى ملحدا أسرع وأحاول أن أنصحهم أنا ما الذي يدعوني لهذا العمل الذي أقوم به الآن أيها الأحبة ما الذي يدعوني أن أحاول أن أنقذ ما أستطيع من الملحدين لأنني علمت هذا المصير الأسود الذي ينتظرهم فأحاول أن أكون سببا فيه هداية ولو واحد منهم على الأقل فيكون ذلك خير لي من الدنيا وما فيها لأن الإنسان بطبيعته يحب الخير لأخيه الإنسان وهذا الملحد هو أخ لي في الإنسانية كلكم لآدم وآدم من تراب فينبغي أن ننصحه أي إنسان غافل إنصحه إنسان مشكك إنصحه لذلك أيها الأحبة هنا عندما أتعمق بهذه الآيات وأعيد قراءتها وأرجع وأحفظها وأتلوها في صلاتي يستحيل أن تنساها بعد الآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الحفظ وتثبيت الحفظ وأن يجعلنا من المتدبرين لكتابه إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل معكم هذه الرحلة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق